قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن النظام الصحي في قطاع غزة صعب للغاية وإن جهاز الإسعاف شبه منهار حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف وخلال اجتماعها مع مديرة الصليب الأحمر الدولي مريانا إيجر في رامالله طلبت وزيرة الصحة الفلسطينية الصليب الأحمر بالضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير ممر آمن لإدخال الأطباء وإخراج الجرحة والمرضى من قطاع غزة